غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العاصمة الفرنسية باريس بعد أن التقى الرئيس الفرنسي مانويل مكخون ضمن جولة أوروبية شملت اليونان وفرنسا وفي بيان سعودي فرنسي مشترك اتفق البلدان على تعميق الشراكة الاستثمارية عبر رفع وطيرة التعاون الاستثمارية والاقتصادي وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتطرقت المباحثات إلى جوانب الشراكة الاستراتيجية سبل تطويرها وتعزيز الشراكة في المجالات الدفاعية بالإضافة إلى أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية واستقرار الامدادات الغذائية وشهد الجانب الفرنسي بجهود المملكة ودعمها للهدنة في اليمن كما جرى الإعراب عن تقدير المملكة لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث أذا أعبر ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عن تقدير المملكة لتأييد فرنسا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي أكسبو 2030